بزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد مصطفى القطان مراسل الغد يعني مصطفى هل سيؤقد هذا الاجتماع أم لا وفقاً للمعطيات على الأرض؟ صباح الخير يعني بالتأكيد الآن القوى السياسية العراقية تحاول من خلال هذا الاجتماع الذي سيؤقد بعد قليل في مجلس النواب العراقي من أجل فهم كيفية الوصول إلى تفاهم مشترك بين هذه القوى السياسية لعبور المرحلة السياسية الحالية التي توصف من قبل الكثير من السياسيين وكذلك من المختصين بأنها مرحلة سياسية صعبة وحرجة للغاية باعتبار أن الانتخابات قد انفضت منذ عشرة أشهر وأكثر وحتى هذه اللحظة القوى السياسية عاجزة عن اختيار رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وكذلك التزام بالتوقيتات الدستورية كان هناك مطالبات وبيان من قبل الإطار التنسيقي من أجل الإسراع باتخاذ خطوة اختيار رئيس الجمهورية لكن حتى هذه اللحظة على ما يبدو بأن هذه الخطوة صعبة سوف يتم تداول هذه النقطة ولكن ماذا عن دعوات الإطار التنسيقي للأكراد؟ فيما يخص تحديد جلسة لمجلس النواب الاختيار رئيس الجمهورية لم أسمع السؤال جيداً عفواً مصطفى أتحدث هنا عن دعوات الإطار التنسيقي للأكراد بالفعل الإطار التنسيقي يحاول أن يضغط على الأحزاب الكردية من أجل إنهاء مسألة اختيار رئيس الجمهورية باعتبار أن هذه المسألة بحسب ما هو متعارف عليه في المشهد السياسي العراقي تختص بها الأكراد ومنصب رئيس الجمهورية يذهب إلى الأكراد طيلة السنوات الماضية ولن يختلف الأمر في هذه المرة أيضاً لكن الاختلاف في هذه المرحلة هو تمسك كل الحزبين الرئيسيين في أقليم كردستان الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني نظيره في أقليم كردستان بمنصب رئيس الجمهورية الديمقراطي الكردستاني يقدم ريبر أحمد لهذا المنصب فيما يتمسك الاتحاد الوطني ببرهم صالح كرئيسنا جمهورية لدورة ثانية وبالتالي هناك أيضاً حتى هذه اللحظة عدم اتفاق بين الحزبين الرئيسيين مما يعقد المشهد بشكل كبير فيما يخص طبعاً اختيار رئيس الوزراء باعتبار أنه بحسب الدستور العراقي رئيس الجمهورية هو من يكلف مرشح الكتل أكبر بتشكيل الحكوم وبالتالي لا يمكن واستحالة اختيار رئيس الوزراء دون اختيار رئيس الجمهورية هذه النقطة تدركها القوى السياسية وتدرك بأنها صعبة بشكل كبير تجتمع اليوم القوى أو قادة القوى السياسية يجتمعون اليوم في مجلس النواب من أجل محاولة حل هذه المشكلة وإيجاد حل هذه النقطة بالتحديد تحديد جلسة مجلس النواب لن يكفي فقط لأجل اختيار رئيس الجمهورية بل يجب أن يكون هناك توافق بين كل القوى السياسية على اسم المرشح لكي يكون التصويت مضموناً لمن يقدم داخل مجلس النواب وبالتالي تكون هذه المسألة محلولة بشكل نهابي شكراً جزيلاً لك مصطفى القطان مراسل الغد كنت معنا من بغداد